بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترامب يعلن حالة الطوارئ في واشنطن عقب اقتحام الكونجرس الأمريكي واستعدادا لتنصيب بايدن والذي لن يشارك في دونالد ترامب نفسه حرب العصابات تدق أبواب أمريكا بكل قوة عقب اقتحام الكونجرس الأمريكي من قبل جماعة براود بويز الموالية لترامب والجماعات اليمينية المتطرفة الأخرى فإن حرب العصابات تدق نواقيسها في الشوارع الأمريكية حيث نظمت العديد من الجماعات المتطرفة احتجاجات قبل مراسم أداء الرئيس المنتخب بايدن اليمين الدستورية في 20 يناير الجاري وبدورها قامت حركة أنتيفا اليسارية وكلنا رأينا هذه الحركة ذات الأقنعة وذات الدروع هذه الحركة التي توصف بالإرهابية رأينا حركة أنتيفا اليسارية المناهضة لترامب والتي تتبع جو بايدن يعني أصبح الآن حركتان متطرفتان كل منهما في طرف لذلك نحن نتكلم عن الإرهاب المحلي الأمريكي الداخلي والاستعداد للحرب أو للحرب الأهلية بتنظيم احتجاجات في الشوارع بنيويورك حيث كانوا مجهزين بمعدات عسكرية دول تبع جو بايدن مرددين هتافات ضد جماعة براود بويز والشرطة الأمريكية لا شك أن الأمور خطيرة جدا وأكرة النار ارتدت إلى الداخل الأمريكي أمريكا التي كانت تتفرج على العالم وتدير الإنقلابات وتدير الاحتجاجات والتظاهرات وتطيح برؤساء وتأتي برؤساء ها هو الصدع يصيب البيت الأمريكي نفسه وها هي أمريكا فوق صفيح ساخن وأصبحت الأمور على المحك دهمت جماعة براود بويز الموالية لترامب وغيرها من جماعات اليمين المتطرف مبنى الكونجرس في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 يناير الجاري حيث ازداد التوتر وأصبحت الأوضاع على حافة الانفجار وتواصل الجماعات المتطرفة من مختلف الأطياف السياسية تنظيم مظاهرات في الشوارع الأمريكية قبل مراسم أداء الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية في 20 يناير الجاري لا شك أن هذا المتحدث الذي نراه متحدث من أنصار ترامب يدعو المتظاهرين لعناق بعضهم البعض من أجل نصر فيروس كورونا هؤلاء ناس مستبيعين لا يريدوا إلا أن ينشبوا حربا وأن يستعيدوا أمريكا للعرق الأبيض الذين يشعرون بأنه يتقلص حجمه ويسحب البصاط من تحت قدميه ومؤخرا نظمت حركة أنتيفا اليسارية التابعة لجو بايدن التي تعلن منهضتها للفاشية ومعارضتها لترامب احتجاجات في شوارع نيويورك وبدورها أقامت الشرطة إجراءات أمنية مشددة حينها حيث كان أعضاء الحركة يرتدون أقنع وملاب السوداء ويتحركون وفق جماعات ويشار إلى أن حركة أنتيفا تعرف بأنها تدأب على مهاجمة أو محاولة احتلال الشوارع وتستخدم العنف في مظاهرتها وهتف المتظاهرون حينها هذه الشوارع لنا هذه المدينة لنا وكأن هذه البلدان محتلة هم يعتبرون أن الأقليات والوافدين والمجنسين من السمر من أفريقيا ومن غيرها محتلين وينبغي إخراجهم من أمريكا لذلك رأينا كيف كان ترامب ينظر إلى أوباما وأنه جاء من كينيا لكي يختطف السلطة وكان يسخر منه كما شاهدنا في مرات عديدة وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن أعضاء حركة أنتيفا كانوا يسيرون في مشية عسكرية ومجهزين بمعدات عسكرية وفي أيديهم دروع هذه الصورة لحركة أنتيفا وانتشرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي ترصد أعضاء حركة أنتيفا وهم يرددون عبارات مناهضة للشرطة ولجماعة براود بويز اليمينية المتطرفة الموالية لترامب أصبحت الآن حرب عصابات وميليشيات موالين لترامب مسلحين وموالين لجوبيد مسلحين إلى أين ستتجه الأمور وهل ستحسم الأمور في 20 يناير بينما مدد ترامب حالة الطوارئ اليوم 24 يناير تحسبا لعمليات مرتقبة أو أحداث عنف قد تحدث هنا أو هناك منشورات اليمين المتطرف تستهدف مراسم أداء اليمين الدستورية وفي السياق ذاته فإن المنشورات التي تستهدف مراسم أداء اليمين الدستورية هي على صفحات وقنوات الإنترنت لليمين المتطرف والمحافظين وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد 20 يناير تويتر لم يكتفي بإغلاق حساب ترامب وعزله عن العالم بل قام بغلق أكثر من 70 ألف حساب موالون للترامب أيضا وأظهرت الصورة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي شعارات الجماعات اليمينية المتطرفة ومنها ارتداء درع الله الذعر في العاصمة واشنطن الولايات المتحدة تحولت إلى اللون الأحمر وهو اللون الذي يميز الجمهوريين وانتشر هاشتاج وهو شعار الحركة اليمينية المتطرفة الشهيرة بنظريات المؤامرة التي تعرف باسم حركة كيو آنون وهي حركة مؤيدة لترامب ترامب سيتعرض للعزل مرتين خلال عام وعلى صعيد آخر طرحت ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار عزل الرئيس المنتهي أوليتو دونالد ترامب رسمياً وذلك عقب مداهمة مؤيدة ترامب لمبنى الكونجرس الأمريكي وبدوره صاغ جيمي راسكين العضو الديمقراطي في مجلس النواب مشروع قانون يتهم فيه ترامب أداه يحاول تغيير النتائج من خلال الضغط على مسؤول الانتخابات واستفزاز مؤيديه للسير إلى الكونجرس كما حاولت ديمقراطيون تمرير مشروع قرار يحث نائبه مايك بينس ومجلس الوزراء على إنفاذ التعديل 25 في الدستور وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي قد أمهلت بينس 24 ساعة لعزل ترامب أوامر عسكرية وتتصل برئيس الأركان لمنع ترامب من استخدام السلاح النووي أو الحقيبة النووية ماذا يحدث في أمريكا؟ يعني هذه أمور خطيرة جدا وأصبح العالم على شفى حرب إذا تفجرت حرب أهلية في أمريكا بينما رؤساء يتبادلون الاتهامات ورؤساء يعتبرونهم يعني معتوهين أو خارجين عن القانون بينما يتحكمون في حقائب نووية يمكن أن تدمر العالم هل هذا عالم أو هذا عالم يمكن أن ينظر إليه كعالم متحضر؟ يعني سيصوت مجلس النواب الأمريكي على مشروع القانون في جلسة رسمية يوم الثلاث وهو من المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب الذي يمثل الأغلبية الدموقراطية وإذا تقرر بعد ذلك في مجلس النواب مشروع القانون سيكون ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يتعرض لإجراءات العزل مرتين في نفس العام بذلك متابعين الأعزاء نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى هذه المحطة المتفجرة والمتعلقة بالأوضاع الخطيرة جدا في أمريكا أمريكا على حافة حرب أهلية حقيقية أمريكا الكبرى والتي طغت في البلاد فأكثرت فيها الفساد أمريكا الآن بدأت سلم النزول والانهيار بعد أن صعدت فوق العالم وفوق آلام كثير من الأمم والشعوب هي تذوق من نفس الكأس الذي أذاقت منه العالم أتمنى أن توافونا بآرائكم واقتراحاتكم وإن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر